بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم موفى علينا هذا ان شاء الله هنبدأ يعني اعتبر اول من شبات شهادة التي كيو ام تي كيو ام توتال كواليتي مانيجمنت يعني من اقوى صيحات الادارة يعني تويند عالي جدا وبيظل بقاله كتير جدا التي كيو ام اه في عالم الادارة اه حاجة مهمة جدا. الشهادة اللي معانا من المعهد العالمي معهد امريكي طبعا اسمه المعهد العالمي لادارة الاعمال وادارة الجودة. اسم الشهادة تي كيو ام باكشنير. طيب اه يلا بينا ندخل على المادة العلمية نعمل شير سكوين علشان اه نبدأ ان احنا اه نبدأ الشابطة روان احنا كنا عملنا مقدمة كده هتلاقيها على الموقع بتاعنا يعني عن اه الشهادة واسمها ومكوناتها وامتحانها والكلام ده كله المادة العلمية خلاص احنا نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ اه في المادة العلمية اه نبدأ من اول يعني شابطة روان هو هنا بيقول لي ايه احنا عايزين نعتمد حاجة جميلة جدا ان انا بدل ما انا اقرأ الانجليش العادي اقرأ لك الانجليش وترجم واشرح لا خلينا نسمع اه الصوت بتاع القراءة من احد اجنبي او يعني بتحسن عندنا بتخلينا نقدر ان احنا اه نحسن الليسننج نحسن الاداء الانجليش وكمان الاداء التيكو مخطبة لكن العلوم دي مهما الترجمة هي برضو بتظل يعني مهمة تدرسها باللغة بتاعتها يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف يعني اه اول حاجة في شهادة التيكو ام باكتشنير اه هو بيقول لك دلوقتي انت بدراستك لازي الشهادة هتعمل تقدر تدير اه حاجة ضخمة شركة ضخمة اه من اي صناعة يعني مش بس المجال الصناعي نعم هي نشأت الادارة كل العلوم الادارة نشأت في المجال الصناعي والصورة الصناعية في اوروبا وهنتكلف بالنظرة تاريخية هنقول لك كل اه التاريخ الموضوع بتاعها يعني اه نظرة تاريخية بتاعتها تطور تاريخي يعني بتاعت العلم ده ولكن اه هو بيتطبق في كل العلوم في كل الخدمات مش بس العلوم الصناعية او يعني في مجال الصناعة لا كمان الخدمات اه التجارة خدمات بقى خدمات اه مهنية مثلا خدمات محاماة خدمات طبية خدمات اه اه الكواليتي ما تطوف في كل حاجة الجودة الجودة هي التجويد ما تعمل اه هل بس ايجادة الخدمة اللي انا بقدمها او ايجادة المنتج اللي انا بديل العميل لا هنعرف بقى ان كل كلمة هنا لها معنى كل كلمة شو بص انا بقول ايه بقول لك توتال كواليتي مانيجمينت ادارة الجودة الشاملة انا بتكلمك هنا هي على شمول عمليات الايه التأكد من الجودة وادارة الجودة اه مش بقول لك بس المنتجات هنعرف ان هي كانت بدأة زمان خالص شوف التطور التاريخي بتاعها ان هي كانت ايه عملية فحص المنتجات خايفين لحسن المنتجات معيبة تخوج للعميل فتفقد الشركة بتاعتنا او المصنع بتاعنا او المستشفى بتاعتنا تفقد ايه بتاعتها تفقد اللي عاملها الصمعة والشوهة اه شوف ازاي فتاعتها تعمل ايه لا ده نعمل نعمل انسبيكشن العملية بدأت بالانسبيكشن الفحص عشان نتأكد ان ايه مفيش وحدات معيبة تخرج طيب وبعدين قال لك لا ده احنا بقى ايه طب ما تيجي نحاول ان احنا نحسن ايه شوية اه نمنع ان ايه الوحدات دي ما نشوف المواد اللي داخلها نشوف مش عارف ايه نزود الفحص عشان ما فيش بعضو ايه وحدات معيبة تطلع بعد كده بدأ يقول له لا طب ما نحسن العملية نفسها حسن العملية نشوف بقى الكواليتي بقى اه بدأ يخش في الكواليتي اشوانس بعد كده بدأ يقول له لا لا الكواليتي منيج منت احنا مش عايزين بس العملية هذه العملية هي تبقى جيدة ده احنا عايزين ادارة المبيعات تبقى جيدة المشتريات تبقى جيدة جايبا لنا مواد خام جيدة ادارة الموظفين جيدة الفاينانس التمويل جيدة ادارة العمليات جيدة ادارة الخدمات كل حاجة في الشركة لذلك احنا كده هنقول تطور سريع وبسرعة عن تطور total quality management من بس مجرد ان ايه كان في الصورة الصناعية بدأوا يعني يهتموا بناتج العملية ان ما يبقاش فيه منتجات معيبة طيب يلا بينا نكمل lead your business partners in the creation, implementation and evaluation of TQM programs شوف دينا بيقولك بقى ان انت عايز تطلع باليتيم بتاعك وشركات النجاح بتاعك اللي هما ينتجوا ويطبقوا شغلهم ويعملوا تطوير للبرامج بتاع تدارة الجودة شوف ازاي طيب يلا نقول باسم الله احنا دي كده حاجة اعلانية او حاجة عاملة هو المعهد يعني مقترنة باسم المعهد واسم الشهادة هنبدأ بقى نخش على طول في معلش انا مختصر شوية في شكل بس مشلتش اي كلام يعني احنا ان شاء الله هنقرأ مية في المية من المادة العلمية تمام انا بس اختصرت في الحجم الورق يعني تمام بس عشان يبقى ايه نقدر نقرأ ونقدر يبقى شكل ازرف شوية ايه ايه اتطور مانوية ويقول لنا ايه اي ايه 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 وما اعرفش حاجة عنا وعايزة ايه يعني فايدتها ايه نقعب ليه في درسيتها وليه نقعب عشان نطبقها وهي كانت ايه وتطورت ازاي اه الـ TQM Foundation المبادئة هي عاملة ازاي المنظمات او المؤسسات اللي شغالة فيها الـ 8K Eliminates of Total Quality Management يالله بينا نقل باسم انا احنا رحيم ونبدأ اول نقطة اللي هي About Total Quality Management ايه هوية Total Quality Management ونتكلم عنها شوية كده Total Quality Management TQM is an administrative method of management utilized to improve the quality of products and services اه هي مبدئيا من لي كده هي administrative method هي طريقة ادارية طريقة اشرافية اه 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 بتهدف التحسين المستمر طريقة ادارية عشان ايه عشان احنا نتكلف اقداره خب بالك انت هنا ده مستوى مديريين يعني انت بتتكلفه مستوى مديريين اللي بيبقى معاك Total Quality Management من ده بيتعين مدير مدير جودة او يعني بيطبق اللي تعلمه علشان يطلع بالشركة بتاعته او المؤسسة بتاعته اه لافضل اه مكان هي طريقة ادارية علشان ايه علشان ادارة للعملية بتاعتنا المنتجات بتاعتنا المنظمة بتاعتنا ايه خب بالك الادارة تبص للشركة على انها مجموعة من البشر عايزين نديرهم وفي حدود الامكانيات يعني انها عندي مواد خام عندي اموال عادة اشغالها في البزنس عندي اه اه القلاة ومعدات عندي الحاجات دي كلها تمام اه هل محتاج ايه محتاج احسن جودة Quality of product and services دي من لي كده ولكن انت واحد واحدة ترعب ان الحكاية شاملة مش بس الـ products والـ services تمام؟ آه طب يالله نكمل حلو قوي يبقى عايزاي ان الطائرة الإدارية دي تهدف لجودة العمليات والخدمات بان احنا نحط كل عملية في يعني دايرة دايرة اسمها التحسين المستمر الدايرة دي لانت انتهي دايرة مغلقة يعني ايه انا مبالح كنت 91% حلو الحمد لله بس ليه ما تبقاش 92% تحدى نفسك وتبقى احسن بقيت 93% كمان حلو الحمد لله ليه بكى ما تبقاش 95% بقيت 97% طيب حلو قوي كمان بس ما ترضاش بهذا الوضع وتقول طب ليه ما بقاش 98% ليه ما بقاش هشوف ازاي هي مزيد من التخطيط للنجاح والتحسين المستمر وان انا اعمل هنشوف حاجة اسمها دايرة بيتجا اللي هو بيقولوا عليه ابو اللي هو عمل حاجة اسمها بيتجا دايرة كده تقدر تقول لي والله ان انا بخطط وبعد كده منفز وبعد كده اشيك وانا اللي عملته دا كويس وكان زي المخطط ونتاج كويس وبعد كده اه والله لو المخطط كان موحش لا اعمل اكت بقى يعني ازبط في التخطيط بتاعي لا ازبط التنفيذ ما كانش كويس زي ما كنت عايز طب كلام جميل جدا ايه دا تحسينات بس بس هو هنا كانت بينها لكن هي اصل الكلمة تحسينات مستمرة مكينة لا تهدأ مكينة لا تهدأ من التحسينات معنى ايه يعني واحنا بنقلها سورا ايه لا احنا مش بنقلها سورا احنا مش عايزين يعني نتحدى المنافسين احنا من نتحدى نفسنا عايزين كل يوم نبقى احسن من نفسنا مبارح دا حاجة جميلة جدا 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 يالله بينا نكمل حلو قوي بل بزنس بتاعنا التي كيو ايم تطبيقى لإدارة الجودة الشاملة هيخليني يعمل ايه هتساعدني في تحسين المرونة مرونة ايه مرونة العمليات يعني ايه اف دا مصدر عربيات جايلي عربية بمواصفات معينة طيب في عندي بعمل حاجة لا لو عندي مرونة اننا انتج هذا المنتج خط الانتاج بتاعي يقدر يغير في ثانية ويعمل حاجة تانية طيب دي المرونة عرفناها اننا انتج متطلبات العميل اه ويقولك ان نبص كل إدارة الجودة الشاملة دي تلات كلمات توتال كلنا مشتركين فيها كل العمال بكل يعني موارد الشركة عايزين ننجح عملية ايه توتال كواليتي مانيجمين طب دي توتال الكواليتي ليه ايه جودة مش جودة بس المنتج والخدمة اللي تتقدى لا ده جودة التعيين ان اجيب موظفين اكفاء لو انا في مستشفى بعين اطباء مهرة لو انا في مصنع بعين مهندسين آه هاي كواليتي طيب حلو قوي بص كلمة كواليتي بتيجي ازاي جودة ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا انا يتقنه هو ايه اتقان كل حاجة اتقان عملية التعيين اتقان عملية التسويق اتقان عملية ان انا اجيب مشتريات ما اطبع مشتريات دي لو جابولي مادة خام سيئة مهما انا اتقنتي شغلي هذي اطلع المنتج سيء صح هذا لأ اه اتقان الانتاج اتقان التسويق اتقان كل حاجة طب كلام جميل جدا منجمنت بها الادارة لو ما فيش ادارة لهذا العمل المجتمع الشامل عمره هيكون ايه المجتمع صفة للعمل يعني ان العمل ده يكتمع بكل مجتملياته علشان يحقق الجودة بس الادارة خب بلك ان اي ادارة في الدنيا يعني انسينا بسرعة كده نقول ان اي بزنس في الدنيا اي بزنس في الدنيا هو ايه? هو فاينانس. تمويل لهزا البزنس. وعمليات اضافة عمليات او او خدمات او. تمام? الخدمات الاساسية اللي بتجيب لنا اه موارد لهزا البزنس. وتمويل لهزا البزنس. التسويق. ماوكتنج. واتش ار. يبقى اربع ادرات اساس اي بزنس في الدنيا. الاتش ار. طبعا هو اهم حاجة. الخدمات بقى تجارة صناعة اي حاجة. دي الحاجة اللي يجيب لك داخلك. تاني حاجة ايه? الفاينانس اللي هتمولك. الماكتنج اللي هيسوق لك. الاتش ار اللي هيجيب لك الناس المهرة اللي يساعدوك في انجاح هذا العمل. طيب كده عرفنا ان اي بزنس لازم يبقى فيه الاربع ادرات دي. كلمة ادارة اصلا معناها ايه? اي ادارة في الدنيا كل كتب الادارة بتعرف الادارة من 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 وظيفها يعني يقول الادارة من طالب بساطة كده فيه الكتاب يقول لك ايه? الادارة ان انت doing things by other. انت بتعمل الحاجة المطلوبة منك من ادارتك اللي هي تعملها بواسطة الاخرية. انت بيدير شوية ناس عشان يعملوا الحاجة اللي انت عايزها بالشكل كويس. تمام? طيب اه فيه ناس سانية تقولك لا الادارة هي planning تخطيط للعمل. ارجنايزنج تنظيم مين اللي هيعملو معاك ويجيب ناس اكفاء. اه دايريكتنج توجيههم بيعملو صح. اه كنترولينج رقابات ومشوفو مخطط زي الفعلي اولا لا او نحسن. اه شوف بقى التحسين المستمر اه هنيعرف بعد كده ان من بداية الصورة الصناعية كان فيه حاجة اسمها ادارة الادارة طلعت. بقى فيه حاجة اسمها افشنسي عايزين اه كفاءة. الكفاءة نقلل التكاليف ونزود الانتاج الكبير اللي هو ماس بروتكشن. بعد كده قالوا لا احنا عايزين مش بس نقلل التكاليف احنا عايزين نرشد. يبقى فيه حاجة اسمها lean production. اه كل شوية يطوره وكل شوية تطلع صحيحة كبيرة في الادارة علشان تحسن. طيب كلام جميل جدا جدا يلا بينا نكمل. كلام جميل جدا جدا بيقولك خب بالك ان التحسينات المستمرة او التحسينات السابتة قصد يعني ايه تفضل كل يوم تحسن يعني عندك حاجة سابتة عندك هي تحسينات. is the chief characteristics that differentiate TQM from all other management methods. الحاجة اللي تفرق TQM عن اي طريقة ادرية اخرى ان هي على طول في تحسينات مستمرة. طب كلام جميل جدا وهنشوف يعني ايه تحسينات وهنعف يعني ايه كايزين وهنعف ان الموضوع اصلا بدأ في اليابان وان دي كلمتين يا بنيتين كاي وزين وبعد كده خدوها الامريكان هو يقولك ايه يقولك التيوتزم versus الفورديزم يعني ايه كلام ده تيوتا شركة تيوتا عملاق السيارات اليابانية هي اللي بدأت موضوع يعني ايه يعني مؤسسينا هم اللي بدأوا موضوع ايه الكايزين وان هم يعملوا كلمة كايزين يقولك يعني التحسين الافضل عايز يعمل continuous improve التحسين لات مستمرة على طول يتفوق على نفسه طب كلام جميل خدها بقى فورد بتوع بتوع فورد الصناعات الامريكية قالك عايزين نطور اه بس ندخل فيها الكمبيتوائيس سيستم بس نطور مش عايف ايه الماس بوداكشن ازاي نعمل يا سلام خدت الثقافة الامريكية والثقافة اليابانية اه ده بيقولك نقلل الهادر اه ده بيقولك نزود الكفاءة اه ادارة جميلة جدا 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 بس زي ما بيقولك هنا فيه نظم ادارة كتير اللي يميز تي كيو ام التحسينات المستمرة يلا بينا نكمل اه ده اللي لازم في مخيلتك ان ارضاء العميل او ساعدة العميل زي ما بيقوله هو ده هدفك الاساس انت بشغال في كل مناحي الادارة بتاعتك علشان تحقق او هنا بيقولك او ساعدة العميل بتاعك او ساعدة العميل بتاعك اه يبقى تي كيو ام هي منش منت ابروش عايزين ننجح على الماضي الطويل كل يوم بنتحسن عن القبلي ولا واحد في المال بس في الاخر هدفنا ارضاء العميل العميل لو راضي عن منتجاتنا عن خدماتنا خدمات المستشفى بتاعتنا عن منتجات المصنع بتاعنا ده مش بس هو هيطلع يتكلم عنه كويس ده هو هيبقى مصوق ليك بدون بدون ما تدفع الفلوس بدون ما تجيب مصوق وتديله فلوس لا ده هو يعني في حاجة اسمها ماوس توكينج يتكلم ويقول والله منتجات خدمات الناس دي كويسة منتجات الناس دي ممتازة الجودة عندهم عالية الصقة ممتازة طب يلا بينا نكمل كلم جميل جدا يبقى دلوقتي احنا بنتكلم على سيستم كامل وهي دي اللي جايلت من كلمة توتل انت فهمت كلوقتي كلمة مانيجمنت يعني ادارة ادارة زي ما قلنا كده تعرف بوظيفة الادارة هي مش بس الادارة العليا كل مستويات الشركات والمنظمات فيها ادارة مادارة العليا وادارة الوسطى وادارة تنفيذية اللي في المصنع في وسط العمال كل الادارة تقريبا بتميس نفسها بانشطة ان هي المدير مفروض ما عملش حاجة بايده بيخلي الناس بس يعملوه كويس بيدير ناس كتير يقدر يتواصل معهم بطريقة جميلة ويخليهم يشجعهم على العمل يعمل تخطيط تنظيم توجيه رقابة الوظائف دي كلها فبعرفت يعني ايه كواليتي كواليتي يعني جودة المنتج جودة الخدمة جودة التوتال بقى ان كلنا لنساهم في كترة كل العمالين كل امكانيات الشركة تهديف لي إيه لإسعاد العميل رضاء الزبون رضاء العميل طب كلام جميل جدا 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 للتحسنات المستمرة ولو اندر دور خاص بي لازم يمارسو انبروف البيزنس بورتكس يحسي المنتجات ويحسي الخدمات ويحسي البروشيد ياните خد بالك هي بعد وبدأ من عند المانيجمنت لذلك هي اسمها Total Quality Management العامل مش من نفسه كده هيقول أنا ناوي حسن منتجات الشرك لا الإدارة عندها القدرة عندها السلطة عندها إمكانية تحفز صح كده؟ طيب يلا بينا نكمل شو بيقولك إزاي إن أنا لو قادر أشرك العمال بتوعي كلهم معايا في يبقى عندي ثقافة عندي تصرفاتهم كلها ناحية تحسين يتفوقع على نفسهم في عندي نظام motivation تحفيز إن الناس دي أهدفهم زي أهدف الشركة إن هم ينجحوا ينجحوا الشركة ويحسنوا الإنتاج بتاعنا يحسنوا القدمات لو في مشاركة لو شاركوا معايا لا ده هتفرق هينجح الـ الـ هتوصل للايه؟ هتطبق مضبوط وهتطبق في كل مناحي طيب نكمل المراجعة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر